يا مرحبا بمشاهدي تريندينج مرة أخرى انطلقت الحملات الدعائية لمرشحين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات وتستمر حتى الرابع من الشهر المقبل فيتنافس المرشحون للحصول على مقاعد المجلس في دورته الرابعة وكالعادة أطلق المرشحون شعارات وصورا وفيديوهات ترويجية إحدى المترشحاتها هي أن سيدة خولة بنت عبد العزيز كانت مترشحة عن إمارة الشارقة قالت إن أجندتها تضيء على المشاكل الأسرية وأكدت أنها ستقدم حلولا لإيجاد ظروف المناسبة لزيادة وتكاثر الأسرة الإماراتية المستقرة اجتماعيا وماليا لكن ما أثار الجدل كانت هذه الصورة وهي صورة بسيطة رفقت هذه الحملة لهذه المرشحة تقول فيها شعارها نعم لتعدد الزوجات هذا هو الحل الذي قدمته المرشحة خولا من أجل ما يصف بمشكلة تأخر سن الزواج وشرحت خولة سبب اختيارها لهذا الهدف ضمن حملتها الانتخابية بهذا التصريح الصحفي تقول الإناث في تزايد المجتمع الإماراتي مقارنة بعدد الذكور لقب عانس يطلق على الشباب والفتيات ممن فاتهم سن الزواج وسأعمل على وضع خطط ترضي جميع الأطراف سأطلق مبادرات للحد من العنوسة عبر حلول مثل تعدد الزوجات تشجيع الشباب على الزواج وتحسين صورة المرأة هناك الكثير من التصريحات وربما تصريحات خولة أثارت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي أنيس مبارك يقول هل ترضى المترشحة أن يتزوج عليها أربع يقصد زوجها إذا كانت متزوجة العسيري قال أحسنتي صنعا ثقافة التعدد عند النساء ضعيفة والصورة مشوهة أما AFM فيقول في التغريدة الشرح حل الأربعة الكل يعرف اللي يقدر يعدل يتزوج أكثر من وحده شو القصد تترشح للمجلس الوطني ويكون شعارها تعدد الزوجات لا للعنوسة هل التعدد يكون إجباري؟ وهل من قلة المواضيع المهمة عشان نتطرق لمثل هذه المواضيع؟ تغريدة من بركة تقول بركة يتزوج أربع من باب القضاء على العنوسة وينجب ثماني بنات آخر تغريدة تتساءل فيها علياء تقول هاي مرشحة ولا خطابة؟ الإحصائيات الرسمية غابت طبعا عنها نسب محددة لعدد النساء غير المتزوجات لكن إحصائيات الجامعات الإماراتية أو بعضها أشارت إلى أن نحو 68% من سيدات الإماراتيات غير متزوجات وحوالي 175 ألف سيدة إماراتية وصلنا إلى ما يسمى بسن الزواج ولم يتزوجن مع العلم أن عدد مواطني الإمارات وفقا لتقدير عام 2010 بلغ 947 ألف شخص منهم الذكور 479 ألفا تقريبيا أما الإناث 468 ألفا والعدد أيضا تقريبيا